اهلا بكم فجر قرار السلطة القضائية في العراق تبريئات مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عمير في الديالة عام 2014 والتي راح ضحيتها اكثر من سبعين ومصليا فجر غضبا شعبيا وانتقادات حقوقية وسياسية واسعة حيث قالت هيئة علماء المسلمين ان تبريئات محكمة التمييز مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عمير المروعة مع ثبوتها بالادلة القاطعة بشهود العيان وشهادات المجنية عليهم والاعتراف الصريح من مرتكبيها اظهرت حالة تسييس القضائي في العراق وبلوغها مرحلتها القصوى وكشفت عن مدى قدرة السياسيين وقارت الميليشيات على فعل ما يريدونهم في هذا المجال وفضحت بما لا يدع مجالا لمتشكك ان حقيقة السدور الاف الاحكام بالسجن المؤبد والاعدام بحق الابرياء التي اصدرتها المحاكم المختلفة في العراق اختطاف الحزاب الطائفية والميليشيات القضاء في العراق في ضوء قرار اطلاق صراح مرتكبي مذبحة جامع مصعب هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية ما هي رسالة الميليشيات التي ارادت ايصالها من قرار اطلاق صراح مرتكبي مجزرة مسجد مصعب بن عمير في ديالة وهل بات القضاء واحكامه في العراق في قبضة الميليشيات الطائفية مثل بقية مؤسسات الدولة العراقية ومن سيقتص من قتلة المتظاهرين متظاهرين تشرين اذا كان القضاء مطية للأحزاب الطائفية وميليشياتها تسيره على وفق اهوائها الطائفية وما هي الصورة التي سيكون عليها العراق في المرحلة القادمة اذا كان قضاءه يسير كالاعمى في ركاب الميليشيات وفرق الموت الطائفية ثم ألم يأني للعدالة الدولية ان تفعل عملها في العراق بعد اتضاح فساد القضاء واختطافه وتسييسه من قبل الميليشيات ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني ناجح رج الاعتداء على دور العبادة وقتل الابرياء فيه حوادث دونها التاريخ لبشاعتها ويسجل التاريخ الحديث افعالا ارهابية من هذا النوع اشهرها مجزرة الحرم الابراهيمي على يد المستوطنين الصهينة في فلسطين عام 1989 ومجزرة مسجدين يوزلندا عام 2019 لكن ان تقع مجزرة كهذه في دولة يفترض ان قانونها يراعي خرمة الاسلام كالعراق الحديث فهذه اكبر وصمة عار واوضح علامة على الحقد الطائفي الذي يحكم الدولة ويتحكم بها مسجد مصعب بن عمير في قرية امام ويس في ناحية السعودية بمحافظة ديالة لا يزال شاهدا على اكبر مجزرة اودت بحياة اكثر من سبعين مصل قتلوا فيه بدم بارد على ايد الميليشيات الطائفية في الثاني والعشرين من شهر ااب عام 2014 في مشهد يكشف عن مستوى الاجرام والارهاب التي وصلت اليه هذه الميليشيات ادانة واضحة لعناصر الميليشيات بارتكاب المجزرة ومنظمات حقوقية كهيومن رايت سوتش اكدت ان الميليشيات هي من ارتكبتها وعناصرها اعترفوا بارتكابها وفوق ذلك صدر حكم قضائي سابق باعدامهم شنقا لكن اوقف تنفيذه وبعد ستة اعوام على مرور هذه المجزرة يصدم العراقيون والعالم معهم بتبرئة هؤلاء المجرمين والحكم باطلاق سراحهم قضاء لم يراعي ادنى شروط الانسانية فضلا عن العدالة ولم يقدم اي تبرير يحفظ به ماء وجه القائمين عليه تبرئة المجرمين لا تنم عن تسيس القضاء في العراق فحسب وانما تدل على غيابه اساسا واحلال مكانه شريعة لا تفرق عن شرائع المغول في شيء من حيث تمجيد المجرمين واعدام الابرياء اريد احكمل هذا المجرم اللي طالحهم مو هيانهم هم جوا بزفة وحفلة ليش وانا الروح مو اراقيين هنا تقود هذه القضية الى التساؤل عن مصير الاف المعتقليين الابرياء في ظل قانون يجرم الضحية ويبرئ المجرم اطلاق سراح مرتكبي مجزرة جامع مصعب بن عمير دليل اضافي على تغلغ للميليشيات وتحكمها بقرارات الدولة وتبين حقيقة قدرة الكاظمي على الحد من نفوذ تلك الميليشيات اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة اخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحثوا في اختطاف وتسيس القضاء في العراق في ظل اطلاق سراح جنات او مرتكبي مجزرة مسجد مصعب بن عمير في محافرة ديالة المجزرة التي ارتكبت عام 2014 وراح ضحيتها اكثر من سبعين مصليا ضيف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق وسيكون معنا من سويسرا في مدينة جنيف عبر اسكايب الاستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة مرحبا بالضيوف الكرام جميعا نبدأ نتحول الى جنيف ونبدأ مع ضيفنا من هناك الاستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة مساء الخير اولا استاذ ناجي مساء الخير على السلام بكم الآن في العراق الحقيقة القتل أصبح جهارا نهارا في وضح النهار هناك حوالي 700 إلى 800 من المتظاهرين قتلوا برصاص الميليشيات وعلى الهواء مباشرة وآخرهم أيضا رهام يعقوب الناشطة في التظاهرات قتلت سابقا كان يتم القتل ربما بطريقة خلف الكواليس في وضع ملتبس قضية الإرهاب هناك إرهاب مدن سوية بالكامل هناك ملايين القتلة تحت لافتة محاربة الإرهاب الآن المشهد أكثر وضوحا في العراق هناك فرز في المشهد المشهد واضح الكل يشير بأصابع الاتيام إلى الميليشيات متظاهرين مدنيين وما إلى ذلك هذا المشهد الجديد في العراق كيف ينظر إليه المجتمع الدولي ومنظماته ومؤسساته الحقوقية والقضائية والقانون كيف تنظر إلى المشهد الآن في العراق وفق هذا المشهد الواضح والمفروز تماما نعم حقيقة هذا المشهد هو تكرار لما سبق أن حدث منذ الأيام الأولى للغزو الأمريكي للعراق عام 2003 يعني جرى كما تعلمون حال كل أجهزة الدولة وجرى أيضا في ذلك الوقت تغيير كامل في القضاء العراقي جرى تسليم أمن البلاد من ناحية القوات الأمنية والشرطة إلى الميليشيات وبالتالي بدأت تتعاظم قوة الميليشيات وتتصاعد حتى وصلنا إلى موضوع حجة الحرب على داعش وذريعة الإرهاب كما تفضلتم فاستغلت هذه الميليشيات هذه الذريعة استغلال كبير جدا انطلأ ذلك على العالم الخارجي لأن الكل كان متوجه إلى عدو متوحش هو داعش وبالتالي كانوا يتناسون أو يتغاضون نوعا ما عن ما تقوم به الميليشيات رغم أننا كنا ومنذ اليوم الأول نؤكد دائما على أن الميليشيات بدأت تهيمن على كل مفاصل المؤسسات العراقية وبدأت تهيمن على مؤسسات القضاء العراقي الآن منذ العام الماضي وخلال هذا العام بدأ المشهد يتغير بشكل واضح أصبح هناك تسليط ضوء دولي على جرائم الميليشيات الأمم المتحدة أصبحت تذكر الميليشيات تحديدا كانت في السابق تسمي ربما مجموعات خارج عن القانون أو مجموعات مسلحة خارج الدولة الآن البيانات التي صدرت من الأمم المتحدة في الفترات الأخيرة وكذلك من مكتب الأمم المتحدة في العراقي ونامي أشارت بشكل وضوح إلى الميليشيات فنحن أمام مشهد بدأت الميليشيات تسيطر بصورة واضحة على مؤسسات اتخاذ القرار في الدولة ثم على المؤسسات الاقتصادية وعلى مؤسسة القضاء وهذا حقيقة يعني فشل كامل للدولة ولأجهزة الدولة نعم الآن المجتمع الدولي كما أشرت أنه الآن تقييمة أو نظرته إلى الوضع في العراق ليس كما كان كان ربما في السابق يدعم هذه المنظومة بحجة الحرب على داعش وربما هذه الذريعة انطلت على المجتمع الدولي في فترة ما الآن الوضع تغير طيب التقييم أو النظرة تغيرت المعالجة أو التعاطي أو الإجراء إجراء هل تغير أم أنه لا زال في خانة التوثيق والتوصيف والتحذير والتنبيه فقط ربما هو كل ذلك وإذا رجعنا إلى موضوع الميليشيات والقضاء يعني الأمم المتحدة نبهت العراق منذ فترة طويلة بموضوع القضاء بموضوع عدم استقلالية القضاء بموضوع عدم نزاهة القضاء وبالتالي هناك أكثر من محفل طرح به هذا الموضوع داخل الأمم المتحدة طرح في مجلس حقوق الإنسان أثناء مراجعة تقارير العراق طرح في ما يسمى بالإجراءات الخاصة طرح في هيئات المعاهدات عند مراجعة التزام العراق في المعاهدات هناك توصيات محددة أرسلة للعراق بضرورة أن تضمن السلطة العراقية أن تعمل كل ما يتطلب منها العمل لضمان استقلال القضاء ولضمان أن يقوم القضاء بواجباته بشكل فعال هذا كله كان موجود الآن مع كل هذا التزايد بالتأكيد نحن طالبنا وثبتنا ذلك كانت لدينا في الأيام الأخيرة تقارير جديدة إلى مجلس حقوق الإنسان تتناول هذه الجوانب بطريقة أكثر تفصيلا نطالب بها بإجراءات أكثر وضوح أولا تستهدف الميليشيات يجب أولا أن تتخذ لأن أي توصيات للأسف لا يمكن لأي سلطة في العراق أن تنفذها بوجود هيمنة الميليشيات ولذلك طالبنا برسائل قبل يومين أرسلت إلى ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق وإلى المفاوضة السامية لحقوق الإنسان العمل بكل ما بوسعهما لحل الميليشيات يجب على المجتمع الدولي أن يساعد العراق أن يساعد الشعب العراقي باتخاذ إجراءات فعالة تضمن حل الميليشيات دون حل الميليشيات سيبقى القضاء غير مستقل ستبقى انتهاكات حقوق الإنسان سنبقى نسمع بعمليات إرهابية هنا وهناك لأنه معظم هذه العمليات أصبح واضحا أنها يخطط لها بتعاون أو بقصد أو لغرض إبقاء حيمنة الميليشيات على مناطق معينة نعم أستاذ ناجي طبعاً نحن بدأنا مع الأستاذ ناجي لكون عنده ارتباط وراح نكمل ويا في 15 دقيقة يعني من بداية البرنامج الآن بعد ما أصبحت الصورة الآن واضحة في العراق هذا العدد الكبير من القتلى من المدنيين متظاهرين وغيرهم هل تعتقد أنه في المرحلة القادمة قد يحال الملف الحقوقي ملف العراق إلى محكمة دولية متخصصة بالعراق على غرار محاكم يوغزدافيا المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وباغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري هل ثمت مؤشرات قد تكون ليس عاجلة ربما عاجلة؟ هناك مطالبات وحديث حقيقة في الأروقة الحقوقية يدور في هذا الصدد قبل ذلك هناك مطالبات واضحة جداً من الأمم المتحدة للعراق بأن ينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية مطالبات صدرت بصورة خاصة من المفاوض السامي لحقوق الإنسان سواء برسائل إلى السلطات العراقية أو ببيانات ألقية داخل مجلس حقوق الإنسان هناك أكثر من 45 دولة طالبت العراق ضمن حديثها عن القضاء العراقي وعن عدم استقلال القضاء العراقي وعن عدم كفاءة القضاء العراقي في التصدي لما يحدث من جرائم داخل العراق طالبت العراق بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن مركز جينيف الدولية العدالة طرح أكثر من مرة فكرة إقامة إنشاء محكمة جنائية خاصة بالعراق بسبب طبيعة الجرائم التي ارتكبت المدى الزمني لهذه الجرائم التي ارتكبت من عام 2003 لحد الآن ساعة هذه الجرائم يعني لو نأخذ جرائم القتل فهناك من الصعب إحصاء عمليات القتل التي جرت العراقيين الأبرياء وآخرها ما يجري للمتظاهرين لو أخذنا جريمة أخرى نحن نتحدث عن الجرائم الكبرى الجرائم هد الإنسانية جرائم الحرب جريمة الاختفاء القسري أيضا هناك مئات الآلاف من العراقيين قد غيبوا وهذه جريمة ضد الإنسانية هي جزء من النظام الجنائي الدولي هي جزء من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية وبالتالي بالتأكيد يجب أن يكون هناك صياغة قانونية خاصة فيما يتعلق بالملف العراقي على الصعيد الدولي نعم السؤال الأخير هناك ربما إشكالية سياسية وقانونية تتعلق أن هذه الميليشيات الآن المتهم الرئيس بالقتل متظاهرين وغير متظاهرين الآن هي جزء من المؤسسة العسكرية والأمنية للحكومة الموجودة في العراق والحكومة أو النظام الموجود في العراق مدعوم بالكامل يدعم بالكامل مما يسمى المجتمع أو المنظومة الدولية يعني هذه الإشكالية كيف يمكن حلها حتى الحكومة تدافع عن هذه الميليشيات على أنها قوات عسكرية وأمنية حال حال بقية الجيش والشرطة تقاتل الإرهاب عندما يطبق القانون لا استثناء في ذلك سواء كانت قوات عسكرية تابعة للدولة سواء كانت ميليشيات سواء كانت مجموعات مسلحة خارج القانون عندما يطبق القانون الجناء الدولي وحتى القانون الوطني العراقي يفترض أن لا يقع خارج هذا القانون عندما ترتكب جرائم هي خارج الواجبات الأساسية التي يفترض أن تقوم بها أجهزة حفظ القانون ومنها القوات الأمنية ومنها الميليشيات التي يدعون أنها جزء من القوات الأمنية هل حفظ القانون يكون بالاعتداء على المتظاهرين هل حفظ القانون يكون بالاختيالات اليومية للاشطين الأبرياء هل حفظ القانون يكون هو بعملية التهجير أو بعملية الإخفاء القسري هذا كل جرائم لا استثناء عليها سواء في القانون العراقي أو في القانون الدولي والمجتمع الدولي أصبح يعي هذه المعضلة يعيها تماماً يعي أن الميليشيات قد استغلت موضوع الحرب على داعش وأن الميليشيات قد تغولت وأصبحت ترتكب جرائم كبيرة لا يمكن السكوت عليها وأن استمرار السكوت على هذه الجرائم سيؤدي إلى فوضى كبيرة في العراق ويزيد من مآسي العراقين التي هي بحد ذاتها مآسي كبيرة جداً شكراً لأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جينيف الدولي للعدالة كان معنا عبر سكايب من جينيف في هذا الجزء من حلقة طاولة حوار شكراً جزيلاً ونعود إلى ضيوفنا في الستوديو نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي دكتور رافع إطلاق سراح قتلت السبعين مصلي في جامع مصعب بن عمير في محافظة ديالة عام 2014 محكومين بالأعدام أطلق سراحهم مبرئين هل من رسالة ما أرادت الميليشيات إيصالها من خلال هذا الإطلاق هذا السراح أم أن هذا حكم قضائي ليس له لا يتضمن رسال وليس فيها بعض سياسية بسم الله الرحمن الرحيم السلام أجد ربو ماء يعني دائماً هذا الموضوع يعني لا أعرف لماذا يجعلني أتذكر بيت الشعر يعني إلى الماء يسعى من يغص بالقمة يعني وتكملت عندما يغص بالماء ماذا يفعل المواطن في أي بلد السلاح الأساسي هو القانون والقضاء يتكى عليه كل مواطن في أي بلد كان يتكى على القضاء ويتكى على القانون في تحصيل حقوقه وهو الضمان له وهو السيف بيد المواطن لتحصيل حقوقه ولأخذ الحقوق منه إذا كان قد هضم حقوقاً معينة القانون هكذا في العراق من عام 2003 لحد الآن المشكلة الأساسية في هذا الموضوع أنه دائماً عندما تأتي مفردة القضاء ومفردة التسييس على سطح واحد تضيع الحقيقة يضيع القضاء لأنه عندما يسيس القضاء يحيد عن اتجاهاته يحيد عن توجهاته يحيد عن حياديته واستقلاله هذا ما حصل لدينا في العراق الحقيقة من عام 2003 لحد الآن كانت الكارثة الكبرى أنه السلطة التنفيذية هي من يعين السلطة القضائية وهذه إحدى الكوارث الكبيرة مع علم الدستور ينص على فصل السلطات وأنه نظام لكن واقع الحال من يعين السلطة القضائية هي السلطة التنفيذية في العراق لدينا وعندما تكون السلطة التنفيذية هي سلطة سياسية ونحن لدينا فوضى في السلطة السياسية والسلطة السياسية أساس الغراب في العراق لديها محاصصات ومؤمنة بالمحاصصات والخراب والفساد ومتهمة بكل هذه القضايا فتريد أن تخضع القضاء تخضع كل مفاصل الحياة ومفاصل الدولة مثل ما يسمون رغم أن العراق ليس دولة الآن تخضعها لها لكي تتصرف بأرياحية وتأخذ راحتها في استحصال الأموال في السلف في النهب في القتل في الاعتقال في التغيب هكذا الذي حصل فلنحن لدينا فوضى سياسية ولدت فوضات كثيرة في مرافق أخرى اقتصادية وشملت القضاء أيضا عندما يعين السلطة التنفيذية القضاء فقد القضاء جزء كبير من استقلاليته وحياديته هذا الذي حصل لذلك شهدنا في عام 2010 ربما كمثال بسيط رغم رأينا بالانتخابات وحصول الانتخابات في العراق ورأينا بكل العملية الانتخابية اللي يسموها العملية الانتخابية والعملية السياسية من عام 2003 لحد الآن لدينا رأي بها ونحن نرفضها لأنها في ظل احتلال وفي ظل لا شرعية لكن مع ذلك في عام 2010 كنا نعرف كانت هناك انتخابات ومهما تكون شكل الانتخابات ونعرف فيها تزوير وفيها الكثير لكن فازت بها قائمة أيد علاوي ماذا حصل القضاء يعني خضع لضغوطات نوري المالكي وبالتالي أصدر قراراً غريباً عجيباً في تمكين نوري المالكي من الحكم لدورة أخرى باعتبار أن التي تشكل الكتلة الأكبر هي الكتلة البرلمانية وإذا بهم يلعبون بواسطة القضاء استغلوا القضاء هذه واحدة من الأمثلة ربما سنذهب إلى مثال آخر قانون أربع أرهاب وكيف استغل بالقضاء وكيف بأحكام طائل وبالتالي أنت أمام كارثة كبيرة بالقضاء أنا لا تكلم عن القضاء يعني كإطار كشخوص لكن فيه ما فيه فيه سلطات معينة معينة من قبل السلطة التنفيذية وتخضع للسلطة التنفيذية وهي جزء من المحاصصة وهذا لا يمكن أن يعصل وهذا ينسحب على كل الوزارات يعني على كل القطاعات الأخرى حتى بالتنفيذية عندما تأتي بوزارة تربية وزيرها وخاضع للمحاصصة الطائفية فأنت ستحصد سياسات معينة تنحازل الطائفة الفلانية والطائفة الفلانية وهكذا بالنسبة للوزارات الأخرى وهكذا بالنسبة للداخلية والدفاع وفي القضاء القضية تصبح أصعب لأن المواطن ليس له إلا القضاء في مواجهة السلطة الاستبدادية في مواجهة فوضى عارمة يذهب إلى القضاء يعني دكتور القضاء بهذه القضاء عموما هو تقريبا آخر السواتر آخر الحصون إذا حطمت يبدو أن البلدان الحقيقة تذهب في مهب الريح هذه حقيقة وكثير من القادة وقرأنا في التاريخ يعني دخلوا حروب وكانوا يسألون عن القضاء إذا كان القضاء جيدا نعم فالحياة ممكن أن تستمر وممكن أن تنهض الدول وهكذا هذا الذي يحصل لكن في العراق هذه صورة الحال حقيقة ربما تسألني تقول إذا لم تكن السلطة التنفيذية هي من يعين لماذا لا تقوم مثلا هذا الرأي في القضاء ليس مقصورا على جهات معارضة أو مناهضة العملية السياسية عام 2013 كانت هناك البعثة الأوروبية إلى العراق وصفت القضاء في العراق أنه قضاء محطم لا يعتد بأحكامه هذه الحقيقة نحن لا نتحدث عن قضاء لا نشكك بقضاتنا لا نشكك بكل هذه التسلسلات محامين وقضات كل هذه تشكل الإطار القضائي في العراق لا لكن عموما هذا الإطار فيه ما فيه من التباس فيه ما فيه من خراب الحقيقة لأن تتحدث عن بلد فيه فوضى عارمة في كل المفاصل فلماذا ينجر القضاء من هذه الفوضى نشوف هل القضاء فقط محطم أم مختطف دكتور عبد الحميد العالي سامح أتأخرنا عليه يعني القضاء في العراق الآن وأحكامه يقال أنه مختطف بالكامل من قبل الميليشيات تسيره على وفق أهوائها ودوافعها الطائفية ومنها هذا الحكم بإطلاق سراح عناصر من ميليشيا العصائب قتلوا سبعين أو مصليا في جامع مصعب ابن عميد قضية أن القضاء مختطف بالكامل بيد الميليشيات دقيقا فيه تحامل أيضا تحامل على كل المشهد ما بعد 2003 ومن ضمن القضاء فيه قد يكون ظلم قد تكون هناك ضغوط قد يكون هناك هفوات هناك يعني بعض السلبيات لكن أنه مختطف بالكامل ربما فيه تحامل بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الدكتور رافع جملة مهمة في هذا الإطار ونحن نتحدث عن هذا الموضوع نحن لا نتحدث عن أفراد نعم ولا عن بعض الأشخاص كقضات نعم وكفاءتهم ونزاهتهم وغير ذلك لكن نتكلم عن ولا عن أيضا بعض القضايا الخاصة نحن نتحدث في قضايا عامة جدا من هذه القضايا القضايا الكبرى التي تهم البلد ومنها قضايا الإرهاب الحقيقي وليس القضايا الإرهاب التي هي اتخذت شماعة للإساءة ولتدمير البلد ومنها الانتهاكات طبعا قضايا الفساد قضايا الأهم منها اللي هي قضايا الانتهاكات انتهاكات أيضا ليست فردية وإنما جرائم ضد الإنسانية وربما أشار لها الأستاذ ناجح رج اللي هي التغييب القسري التهجير القتل كله ومنه خاصة التي يسمى في القانون الدولي الجرائم الإنسانية الذي هو التطهير العرقي بكل أنواعه قتل تغييب قسري إلى آخره هذه الجرائم الكبرى من المسؤول عنها من المتهم بها الميليشيات هذه الميليشيات ليست اتهاما عشوائيا ولا خياليا وإنما هذا الاتهام هو مستند إلى شهادات الضحايا المجن عليهم ممن بقي أحياء من ذوي المقتولين أو ممن نجوا من هذه المجازر ثانيا هذه المجازر صورت وبثت على وسائل الإعلام والتواصل الإعلام من الذي صورها وبثها المجرمون الميليشيات بأنفسهم هذه كوثائق دامغة تدلل على ارتكاب مثل هذه الجرائم من المسؤول عن مقاضات هؤلاء وإرجاع الحقوق إلى أهلها من المسؤول القضاء منظمة القضائية هذه السلطة القضائية اليوم نحن نراها أنها لا تستطيع أن تبت في مثل هذه الأمور والسبب السبب هو سيطرت هذه الميليشيات بشكل واضح وصريع على هذه المنظومة خاصة في هذه الملفات هذا الأمر الأمر الثاني أن هذا الكلام باعتراف من هم في داخل العملية السياسية بل من هم جزء من هذه المنظومة القضائية الذين يقولون أنه رغم طبعا محاولتهم الدفاع عن هذا النظام لكنه كما قلنا أنه ربما يخلط بين الأفراد وبين المنظومة نحن ندرك يقينا باعتراف هؤلاء أن هناك سيطرة اعتراف صريح وهذه السيطرة مثل ما حصلت على كل مفاصل الدولة حصلت على هؤلاء الأمر الآخر وهو مهم جدا هنا في قضية القضاء القضاء معروف هو يستند إلى أذرع من أهم أذرعه في تنفيذ القضاء اللي هو الشرطة المحلية الأجهزة الأمنية المحلية والسجون دارة السجون وكل الأمرين هما باعتراف الجميع هما بيد الميليشيات فلا القضاء يستطيع أن يسيطر على الأجهزة الأمنية لا قبل المحاكمة ولا بعد المحاكمة إذن أين القضاء هنا في هذا الحال باعتراف الجميع وهذه باعتراف الوثائق دولية يعني باتت وأممية أنه هذه الميليشيات ومن ورائها طبعا المحاصصات والسياسيين وغيره يسيطرون على هذين الذراعين سيطرة كاملة وعليه فلا يستطيع القضاء هنا حتى لو كان وخير دليل ما ذكرتم وذكرناه نحن في هيئة علامة المسلمين في بياننا في تبريئة المجرمين من مجزرة جامعة المصحبة والقضايا كثيرة جدا وربما أيضا أريد أن أتطرق إلى موضوع المحكمة الدولية التي أشار لها الأستاذ ناجي حرج لكن لا أعرف الوقت بعد الفاصل نتكلم عنها إذن المشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن اختطاف القضاء وتسييسه وهيمنة الميليشيات على أحكامه بعد الفاصل نعود بقومانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في اختطاف القضاء في العراق وتسييسه من قبل الميليشيات الطائفية والهيمنة على أحكامه ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب بالباحث السياسي الدكتور عبد الحميد العاني وكان معنا عبر اسكايب الأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة دكتور رافع الفلاحي الكاظمي تعهد بملاحقة قتلة المتظاهرين وهناك لجان مشكلة لتحديد هوية القتلة وتقديمهم إلى القضاء ومحاسبتهم على سفك هذه الدماء إذا كان القضاء هذه أحكامه يطلق سراح محكوم عليهم بالإعدام التهمة ثابتة عليهم بالقرائن والأدلة كيف سيطمئن الرأي العام وذوي الشهداء من المتظاهرين إلى أن القضاء سيقتص لهم سيأتي بحقوقهم يحقق العدالة كيف أنت لديك يعني الآن سيد ماجد تشير لقضيتها قضية الطريق يعني في الطريق إلى المحكمة الطريق إلى القضاء وقضية القضاء نحن في الطريق إلى القضاء لكي تذهب إلى القضاء تحتاج إلى إجراءات معينة ذهابا إلى القضاء نعم أنت تحدثت عن إجراءات معينة الكاظمي يتحدث عن تقديم تحقيق أو لجان تقدم أسماء القتلة أو الشهداء الذين سقطوا ولكي تقدمهم إلى العدالة نحن إذن نتحدث عن الطريق المؤدي للقضاء في هذا الطريق هناك لعب كبير هناك محاولة للتضليل محاولة للكذب على الناس لأنه من 11 سنة لحد الآن نحن نسمع مثل هذا الكلام لكن واقع الحال شكل آخر يعني هناك دكتور قضية لعب وتلاعب في المسار والمآل نعم نعم وسأقول لك لماذا نعم لأنه عندما يتحدث شخص مثل الكاظمي وهو كان مديرا للمخابرات وفي كل مرة يكرر قضية أنه التعهد بملاحقة قتلة المتضاء هذه قضية معروفة والشعب العراقي الآن تسأل أبسط الناس سيقول لك منه والقتل هم الذين اعترفوا يعني لا تحتاج أنت حتى الجهات التي قامت بالقتل كانت تتباهى بأنها قتلتهم وتتباهى والآن نور المالكي يظهر على الشاشات الآن وهو يهدد المتظاهرين وتوعدهم بشكل واضح جداً ولا أحد وكثير من زعماء الميليشيات هددوا المتظاهرين بشكل واضح وفي دولة القضاء فيها قضاء رصيناً والوضع السياسي رصيناً لا يمكن لي أحداً يتحدث بهذه الطريق لأنه يعرف أن الطريق إلى المحكمة قصير جداً وسيذهب إلى القضاء وسينال عقابة الشديد لا يمكن أن يتحدث لكنهم يعرفون أن هذا الطريق المؤدي للقضاء طريق طويل وفيه مطبات كثيرة وفيه ملاعب كثيرة وفيه ارتداد وفيه كثير فأنت تتحدث عن قوائم ماذا في هذا القوائم وصلنا في الحديث عن القوائم سنة يعني أعددنا قوائم بأسماء الشهداء عددنا الشهداء وسنبعث على أهليهم لكي نعطيهم مكافآت أهالي الشهداء لا يريدون المكافآت أهالي الشهداء يريدون قتلت أبنائهم قتلت هؤلاء الشباب الذين سقطوا دفاعاً عن الوطن وهم يطالبون بالوطن فبالتالي أنت هناك لعب كثير هناك محاولة للتغطير دكتور هناك نقطة في هذه القضية أن الحكومة الآن في هذا الإعلان تنظر وتعتبر هؤلاء المتظاهرين أنهم شهداء ولهم حقوق جزء من مؤسسات الأمنية والعسكرية الأهم الحشد وقارة الحج يعتبرون هؤلاء جوكرية وعملاء وللسفارة ميكير إسرائيل لحد الآن لذلك أنا أتيت على ذكر نور المالك نور المالك الآن هو الحاكم الفعلي للعراق كل الوزراء يزغرونه وما فيهم رئيس الوزراء وهو الذي يبارك كل أعمالهم العقل السياسي الميليشي يقول أن هذه التظاهرات تظاهرات مسيسة وغراضها خبيثة ومدعومة من الخارج ويجب إنهاءها إذن هؤلاء يتهمهم بالعمال للخارج ومن يقتل يتهمونه مباشرة بالعمال للخارج وسموهم مثلما حضرتك الآن ذكرت جوكرية وعملاء السفارات بهذا الاتجاه فأنت في الطريق إلى القضاء هناك مطبات كثيرة وهناك عواق كثيرة وهناك لجان تفتيش كثيرة إذن لن تصل للقضاء وإذا ما وصلت للقضاء ستنال نفس القضاء سيكون في بالك أن المجرمين اللي يعترفوا عليهم مثل هذه الجريمة نتحدث عنها في جامع مصعب بن عمير مصلين في يوم الجمعة يقتلوهم بشكل واضح جدا واعتداءا ومسكوهم وشهدوا وهم اعترفوا بهذا ذنبهم وشهود عيان والمحكمة في عام 2014 محكمة الرصافة وحكمة عليهم بالإعدام وبعد عام 2014 محاكم كثيرة قللت من هذا الحكم وقللت من أعدادهم وصول هنا محكمة الاستئناف التي برأتهم واخرجتهم فأنت أمام حالة من هذا النوع إذن القتل عندما يصلون من الميليشيات محكمة التمييز هي من أطلق الصراحة نعم عندما يصلون إلى القضاء إلى ساحة القضاء أنت تتوقع سينالون نفس العقاب أنت حتى إذا ما جئت بخمسة ستة عشر منهم سيصلون إلى القضاء في مرحلة معينة وسيطلق القضاء سراحهم ويعتبرهم أبرياء ففي التالي أنت القضاء بهذا الشكل هناك ضغوط عليه هناك إطار مضغوط لا يستطيع أن يتصرف في وحده لأنه الآن الناشط الذي يخرج في الشارع وينادي وريد وطن يقتل الذي يقول أنه هناك فوضى في العراق والميليشيات متحكمة في الشارع يقتل الذي ينادي بأبسط حقوقه ينادي بالكهرباء يقتل طيب إذا القاضي نادى بالحق وأدان هذه الميليشيات التي تقتل والتي هي متحكمة بالعراق ماذا سيصنع به؟ إذن هو يعرف كإنسان يعرف أنه مهدد هو وعائلته وعشرته وأهله فبالتالي هناك أعداد كبيرة من القضاء اضطروا إلى الهروق خارج العراق بسبب هذه التهديدات طبيب يعني ربما هذه نموذج آخر طبيب يداوي مريضا وإذا ما مات المريض تهجم عليه الميليشيات وغير الميليشيات تقتلوا للطبيب لأنه يحملوا مسؤولية فأنت لديك فوضى فوضى عارمة في وسط هذه الفوضى لا يمكن أن تحدثني عن قضاء ثابت خطاء ثابت أقدام ثابتة على الأرض يستطيع أن يصدر الأحكام بكل أريحية ولا يخاف من أحد هذه غير موجودة في العراق بالتالي لدينا هذه الكارثة الحقيقية هذه صورة الحال نحن نحتاج سنتحدث دكتور أسمالي عن قضية أنه مستقبل العراق مع قضاء بهذه الأحكام وسيطرة الميليشيات دكتور عبد الحميد العاني القضاء في العراق فيه فساد مسيطر عليه من قبل الميليشيات هناك تهديدات القضاءات أو المنظومة القضاية هي مجموعة أيضا مجموعة بشرية الحقيقة تتعرض تخشى القضاءات على أنفسهم ولا أهليهم العدالة الدولية واتحدث ضيفنا من جنيف أنه الآن النظرة إلى العراق مختلفة ليس كما كان قبل سنوات بذريعة الإرهاب وما إلى ذلك كيف يمكن للعدالة الدولية أن تفعل في العراق أن هذا الملف الآن هذا القضاء في العراق عاجز مشلول خائف لا يستطيع البث واستحصال حقوق الناس ودماءهم وأرواحهم العدالة الدولية كيف يمكن أن تفعل ما المطلوب حتى يصل صوت الضحايا إلى هذه العدالة الدولية للأسف العدالة الدولية أيضا مسيسة وأيضا مختطفة من القرار السياسي أو من الإرهاب الدولي مثل ما نتحدث عن سطوة الميليشيات والسياسيين على القواء في العراقي وتأثير ذلك على العدالة الدولية القضية في النظام العائل الدولي وربما أشار الأستاذ نجح حرج إلى قضية المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية لا يمكن اللجوء إليها لأن العراق غير موقع على هذا الاتفاق لكن هناك شيء آخر الذي هو المحكمة الخاصة المحكمة الخاصة هذه هي من المسؤولية المجتمع الدولي عاما إذا مرتكبت جرائم في بلدي من البلدان طبعا جرائم لا نتحدث عن جريمة قتل فردية نحن أعيد وأكرر نتكلم عن جرائم ضد الإنسانية انتهاكات كبرى وتتعلق بتطهير عرقي وتغييب قصري ومجازر بالآلاف ومئات الآلاف والمهجرين تطهير عرقي وتطهير طائفي نعم بكل أنواعه وضحايا هذه الجرائم ليس عشرة وليس مئة بل ملايين نعم يعني محاكم جنائية محاكم جنائية خاصة شكلت دوليا من أجل إفراد نعم لماذا الآن نتكلم أين إذن في العراق لماذا بحسب القانون الدولي أنه يجب استنفاذ الإجراءات المحلية القضائية المحلية وباعتراف المجتمع الدولي كما ذكرت الآن وبحسب المنظمة الأممية والتقارير ومجلس حقوق الإنسان وغيرها هذه الصورة من سيطارتي حتى الشرطة الدولية والأنتربول أوقفت التعامل مع المذكرات القضائية الصادرة من العراق لماذا؟ لأنه خلصوا إلى نتيجة أنه هناك سطوة وأنه هناك قرارات قضائية غير صحيحة إذن بالاعتراف أنه الاستنفاذ الإجراءات القضائية المحلية لا يمكن إذن مسؤولية من؟ مسؤولية الآن المجتمع الدولي إذن المجتمع الدولي هو المقصر هو الذي يحمي هذا النظام السياسي في العراق الذي هو المجتمع الدولي ومؤسسات القضائية ربما لحد الآن تعتقد أنه هذه الإجراءات المحلية القضائية لم تستنفذ بعد لا زال فيها خير لا لا إنه يوجد ازدواجية نحن في المجتمع الدولي عمام كله منظمنا الازدواجية أنه في جانب يقرر أنه القضايا والقرارات العراقية لا تأخذ بها في الأنتربول لأنها مسيسة من جانب آخر في جوانب من الجوانب أنه نرى أنه هذا المجتمع الدولي لا يعترف بهذه الإجراءات القضايا أو يحكم أو يأخذ ويقرر أنه الوثائق والتقارير الموثقة في العراق أنه هذه الجرائم هذه الأحكم من ضمنها الأحكام أحكام الإعدامات نعم يعني المجتمع الدولي الآن يعترف بشكل كبير أنه هناك أحكام إعدامات في العراق حكم عليها ونفذ بناء على انتزاع اعترافات بالقوة من الجنات أو من العفوان المتهمين طيب هذا من جانب هناك انتزاع اعترافات وهناك إعدامات بالجملة ولكن من جانب آخر يقول للآخر أنه إلجأ إلى القانون المحل نفس القضايا العراقي بالماسبة هذه فيما قضية مجزرة مصحب النعم نفسه هو في هذه القضية لماذا برأها محكمة التمييز بحجة أنه الاعترافات لهؤلاء قد انتزعت منهم بالتحقيق الابتدائي بالقوة لكن أغفلت ما العلم هو عناصر من ميليشيا العصاب طبعا أغفلت المحكمة أغفلت الدليل الآخر وهو شهادة الشيط ضحايا نعم فهذه أيضا جزء من الازدواجية في المسؤولية هنا مسؤولية محلية ومسؤولية دولية للأسف نعم دكتور رافع الفلاحي تفضل تفضل فقط يعني أضافة لما قال الدكتور عبد الحميد وهو مهم جدا تحدث عن الازدواجية في النظرة عندما نتحدث عن الازدواجية فعلا المجتمع الدولي يتعامل مع العراق وازدواجية عالية خذ مثالين بسيطين العراق لا يعترف بالشهادات الدراسية في العراق الآن لكنه يعترف بالنظام الذي يصدر هذه الشهادات لا يعترف بالشهادات المالية للعراقيين باعتبار أنه العراق يمارس تبيض الأموال لكن في نفس الوقت هو يعترف بالنظام هذا الذي موجود ويتعامل معه ولا يرضي مواطني تأشير الدخول لأنه قادم من العراق هذه واحدة من الازدواجية هو ينظر إلى العراق كنظام موبوء لكنه يتعامل معه بكل احترام وبكل تقدير وجزء من المجتمع الدولي وبالعكس هو يهيئ له الظروف لكي يكون فاعلا في المجتمع الدولي هذه واحدة الثانية في قضية المحكمة الدولية يعني القضية اللبنانية مثلا على سبيل المثال يعني حتى في هذه القضية إذا كنا نعتبرها الآن مثال للنجاح أنا أعتبرها مثال للفشل لأنه بعد طوال هذه السنوات واللبنانيين نتحدثون بعد 15 سنة 700 مليون دولار 800 مليون دولار صرفوا عليها يأتي القرار نحن نتعامل مع أفراد وليس مع منظمات الذي قام بالقتل شخص فلان هو قد مات انتهى أما الحزب الذي يتبع له لا نستطيع أن نتهمه لأنه لا نعرف لا نستطيع أن نتهم جهات أخرى وبالتالي قضية وكأنه يفحكون على الناس هذا قيادي في حزب حزب الله ومن قتل هذا قتله الحسابي هل عنده منظمة للقتل عنده مشكلة مع المعريري مشكلة شخصية لا يوجد إذن وبدوافع السياسية من يتحمل الدوافع السياسية لا يقولون إذا ما كان الحزب الذي ينتمي إليه الدوافع السياسية من هي الدوافع السياسية لا يتحدث وعندما حصلوا بهذا القضية قالوا نحن لا نتحدث عن أفراد فبالتالي نحن إذا ما ذهبنا إلى محكمة مثل هذه هذه تيئيس للناس يعني الحقيقة الآن العراق عندما يسمع بهذا القضية يقول لا لا ذهب إلى المحكمة شكلوا لي غير محكمة لأنه بعد 15 سنة في قضية مثل هذه واضحة جدا هذه كانت أحكامهم ففي قضايا من العراق فيها تغييب وفيها فيها ما فيها العراق مملوء بالقضايا ماذا كيف سيحكمه هذه القضايا مئات بل مئات الألاف من القضايا كيف سيحكم بها وإحنا في ظل قضاء مضغوط عليه لا يستطيع أن يفعش على ذلك هذا القضاء المضغوط إذا القضاء دكتور هو آخر الحصون أو القلاع للدول والشعوب آخر آخر شيء إذا كان القضاء في العراق بهذه الصورة وأحكامه بهذه الكيفية مختطف بيد الميليشيات وفرق الموت الطائفية في المرحلة القادمة كيف يمكن أن يكون صورة العراق مجتمعة وأيضا العدالة الدولية متهمة متهمة وأيضا ليست نزيها الضحايا ذو الضحايا المظلومون أين يتوجهون يعني إذا كنا نتحدث عن مجتمع مجتمع دولي نتحدث عن دول وحكومات في ظل هذا الوضع العراقي عليهم أن يسحب الشرعية من العراق شرعية النظام النظام في العراق فقده شرعيته من أول لحظة هو أساسا فقد الشرعية من وجهة نظر العراقيين من نظر نظر القوى الوطنية العراقية فقد شرعيته لأن هذا النظام أسس تحت الاحتلال مهما يقولون دعنا من هذا الكلام نعم لكن بالممارسات يعني حتى إذا ما وضعوا هذا كلامنا كقوى وطنية وكقوى رافضة ومحبة للعراق تقول إنه احتلال حتى إذا ما رفضوا هذا الموضوع ما قال إليه الوضع في العراق الوضع في العراق ودلل على أنه لا شرعية في العراق هذه الحكومات وهذا الفساد والعراق في كل التصنيفات في المالية والاقتصادية والسياسية والعلمية والصحية هو في الدرك الأسفل طيب من أوصله إلى هذا الحال المجتمع الدولي يجب أن يسأل نفس الحكومات هذه التي تحتف الأمم المتحدة نفسها التي جاءت بمكتبها ووضعتها في العراق ولماذا؟ فبالتالي عليهم أن يقولوا كلمتهم الحق لكن لن يقولوا أن يقولوا أن هذا النظام فاقد الشرعية فبالتالي كل مؤسساته كل سلطاته هي فاقدة للشرعية ما العلم دكتور أنظمة بالعالم لم تفعل واحد بالألف مما فعل بالعراق ورفعت الغطاء الشرعية الدولية لذلك أنا أقول محكمة مثل المحكمة اللبنانية هذه الشكلة الدولية لن تذهب إلى شيء لأنه بالتالي ستدين هذه المحكمة إذا ما أرادت أن تم تمضي في طريقها بشكل صحيح ستدين من احتل العراق ومن يستطيع أن يدين أمريكا التي احتلت العراق وأوصلت العراق إلى هذا المستوى هذه الحقيقة بالتالي هناك ضغوط دولية ستمارس على هذه المحكمة نحن نحتاج إلى المجتمع الدولي يعي هذه لأن هذا الشعب لن ينقذ إلا بإزاحة كل هذا النظام هذا النظام هو أساس القراب لأنه ربما أشرت إلى هذا ووجهت لنفسي السؤال قلت إذا كانت السلطة التنفيذية هي التي تعين السلطة القضائية ونحن نرفض ذلك من سيعينه سلطة التشريعية ربما صحيح لكن في العراق السلطة التشريعية هي الوجه الثاني من العملة الرديئة من السلطة التنفيذية هي والسلطة التنفيذية وجهان لعملة رديئة واحدة الحقيقة هم نفس الأحزاب نفس المحاصصات الطائفية نفس الخراب نفس المختطف والمضغوط دكتور عبد الحميد العاني الآن العراق بيد الميليشيات بالكامل تهيمن على كل مفاصلة سياسية عسكرية أمنية قضائية إعلام وما إلى ذلك المنظومة الدولية لازالت تقدم الدعم والشرعية بين قوسين لهذه المنظومة القضاء في العراق هذه أحكامة تسير على وفق يعني أجندة وهو الميليشيات أليس هذا مغريا للميليشيات لمزيد من القتل على اعتبار أن لا رقيبة ولا حسيب لهذه المنظومة قبل هذا اسمح لي أنه وقضائية ذكرنا ذكرنا دكتور رافع بمعلومة ضرورية جدا في بداية الاحتلال ما جاء بريئمر من القراراته الأولى في 2003 شكل لجنة المراجعة القضائية وكانت هذه اللجنة مكونة من ثلاثة أمريكان وثلاثة عراقيين عراقيين معينين طبعا وكان من قرارات هذه اللجنة هؤلاء العراقيين هم جائين من أمريكا من هذه قرارات هذه اللجنة إقالة 150 قاضي عراقي إذن القضية في العراق القضية أنه كما قلنا في بداية الحلقة لا نتحدث عن أفراد عودة نزاهة أو عودة إظهار النزال لا نتحدث عن كما قلنا أنها سيطرة إظهار نزاهة القضاء العراقي واستقلاليتها هي تظهر بأمر إزالة هذه السيطرة التي هي العملية السياسية سيطرة العملية السياسية سيطرة هذه الميليشيات هي المؤثرة أولا وأخرا على هذا أبدأ على سؤالك المغريات لهذه الميليشيات كثيرة جدا واحد منها هذا الأمر وهم أرادوا بهذا القرار وبغيره بما سأله هذا الزمن زمن التبجع أنه المجرم لا يستحي من العيب بل لا يستحي من الإجرام لأنه هذه الميليشيات نراها هي تصور جرائمها وهي التي تبثها فتتبجح بها لأنه هذا هو الزمن كما قلت زمن التبجع هي تتخذ من هذا أو هذا نوع من الذي يغريها إلى الاستمرارية والتمادي في غيها والمجتمع أو الدولي أعود وأقرر له عليه مسؤولية كبيرة حينما يعطي الدعم لهذه المنظومة السياسية التي تعطي الغطاء القانوني لهذه الميليشيات الميليشيات تسيطر على القضاء وتضغط عليه من الغطاء القانوني لهذه الميليشيات العملية السياسية من أعطى المشروعي لهذه العملية السياسية المنظومة الدولية المنظومة الدولية إذن نعود على دائما نقود ونقرر لا بد من منظومة سياسية وطنية نشكرا لحل كل الإشكالات شكرا جزيلا بهذا مشاهد الكرام نصل أختم هذه الحلقة من طاولة حوار والتي بحثت في اختطاف وتسيس القضاء في العراق من قبل الميليشيات وفرق الموت الطائفية لم يتبقى لنا فيها إلا أن نشكر ضيوفها وهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسمهية علماء المستمين وكان معنا في جزء من هذه الحلقة في بدايتها الأستاذ ناجي حرج المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة عبر سكايب من جنيف حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة